اشتركوا في القناة ووزير السياحة بالوكالة وفد مملكة البحرين المشارك في اعمال الاجتماع الوزري مؤكدا اهمية هذا الاجتماع وما يتيحه من فرص لمشاركة التجارب وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الحيوي والاستفادة من تجارب الاشقاء بما يسهم في تعزيز حضور السياحة في الناتج المحلي الاجمالي ورفع سقف اسهامها الى مستويات اعلى واكد سعدته ان اختيار المنامة عاصمة لسياحة الخليجية لعام 2024 يؤكد الدور الهام لمملكة البحرين في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بقطاع السياحة والسفر والثقافة والترفيه وأشار كذلك الى ان الاجتماع كان بمثابة منصة لتسليط الضوء على منجزات ومبادرات مملكة البحرين في تطوير المشهد السياحي على مستوى الخليج والمنطقة والعالم مع ابراز دور الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتحسين البنية التحتية السياحية وأكد الوزير فخر على ضرورة خلق بيئة مناسبة تحتضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي وتفعيل خطط السياحة المستدامة على المستويين الاقليمي والعالمي لدعم تحول المقاصد السياحية الخليجية لتصبح اكثر استدامة ترجمة نانسي قنقر